الزل في اللونية ما يسمى السلام عليكم بولندي العروسة القدالية الفحلة هل أنت ترطي؟ هل أنت ترطي؟ حسنا أحبت أن نرجع نعطي لكم ثم A plus B المشعوذين الإسلامويين والإسلاميين أنا لا أعلم أن نظر على الإسلاميين أو الإسلاميين أو الإسلاميين أو الإسلاميين الذين يكتبون على الناس المشعوذين ويحبون أن يزيفوا التاريخ تأخذ ذلك زيف ما كان يقولون بالجزائدين هم عربوا بالجزائدين هم قبلوا الإسلام ويجبوهم بالوغرود ويجبوهم من هنا وحضنهم ومن عفواش وهذه كل أكاديم كل أكاديم نريد أن نكره التاريخ يبقى هو التاريخ والتاريخ يجب أن يتصلح كانت مغالطات وغالطات يجب أن يتعرض نرى 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 ويقولون أنهم يرى من يجب أن يتصلح من المشعبي المشعبي الذي يرى أن يتصلح من الناس يقولون أنهم يتصلح رقبة بنه نافع راه جاء هو للصحابة وجاء منعب وشي هو في الفتوحات هذي باش يقتلوا للروم باش يقتلوا الروم طعايا نفرض واسيدي بل يركض نفرض ويقول صح 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 ذكر روح نشوفه ونشوفه طرح واش ركض قوله وازد يقول بل الفتوحات هذي راه جات من عند الإله ستادير عربي سبحانه عز وجل هو اللي قال العرب روحوا اقتلوا هذي الناس هذو اللي مهمش الكفار هذو المرتضين كما يقول هذا المشعب لهذا احنا نستطيع الامازيغ احنا مرتضين ونكتبوا بلي روما جاي قتل الامازيغ ما اقتلش روم بس الامازيغ هم اللي كانوا يتقابدوا بعارهم مهمش هذو العرب احنا الامازيغ جدودنا هم اللي كانوا يحاربوا في الروم ومن بعد حاربوا للعرب يتقابدوا محمد هذا المشعود يحب أن يغلط الناس ويهضرهم كأن هذه الفتوحات هذي حاجة إلهية لا يتقابدوا ما هو حاجة انسان يعمل خبرك ويعمل خبرك ويقول لك رب سبحانه عز وجل وكانوا يقولون انه حاجة انه حاجة انه حاجة انه حاجة انه حاجة انه حاجة ولو كان يحب أن يدير حاجة يقول كل وينقوا ربي سبحانه عز وجل وانك دخلوا أحنا نحكم الكذب والذي يجب تعافوا عم النبي عليه الصلاة والسلام النهر السولت عبد المطلب يقول يخيكم قلت أفديلك حينما تبعد أن تغلب كيف دلنا كما تقولون أنها كانت تهدي من شئة يام محمد بل الله يهدي من ياشا و لماذا لا يهدي؟ لم أقلت لهم هذا أو اسمهم للأمازيخ لم أقلت لهم أننا لا نقتلكم إن الله يهدي من ياشا لم أقلت لهم كما لماذا رحت ودرت الحرب وقتلت الناس وذبحت الناس وديت النساء كما قال لم أقلت لهم في كوميس كلاب وديت وحويجهم تسميهم بالغانيمة كما سأعطي لهم دعش و تقولون أنها سأردت لها أقلت لكم الكفار الكبار أقلت لكم الكفار الكبار خطاش ربي سبحانه عز وجل أقلت لهم و زيت كان أخونا أقلت المساكن و لم يحسبوا غزوة بضر و غزوة من أعرفه و لم يحسبوا الناس المساكن الله يسمحوني والله يشوفوني ساعد و لم يحسبوا المسلمين و لم يقعاد أن يتقتلوا مع كريتيا و يتقتلوا مع الأليهود لهم كانوا في بعضهم يجماعة ما تغلطوش لم يقع فرحوكم و من قابل عربية تقابل مع القوريش لا تقابل مع قوريش لهم هناك الكفار هي أعتلهم أقلت لهم قوريش لكي ينتعونا و في بعضهم هم في بعضها اتركوا ان اشتركوا ونشاهدوا ونرى الامازيغ كيف يتحرك العرب هل تحركوا روما او هل تحركوا الامازيغ ونرى الامازيغ ونرى الامازيغ فرع لمدرية بجايا فيما يقص ما يسمى خطافة يطعنون بصريح العبارة في عقبة ابن نافع رضي الله تبارك وتعالى في بيانه ثم الاعتذار كان اقبح من الطعن نحن نقول نحن مسلمون ونفتخر بالفتح الاسلامي والفتح الاسلامي كان فتحا ربانيا من الله جارب الخير على كل المسلمين في كل العام هولا الفتح الاسلامي حطم الامبراطورية الرومانية البيزانطية التي بصفت نفوذها في هذه المنطقة اتخذت المنطقة تابعة لها بالتسيير والإدارة والحكم والاستحوات الأوامر كانت تأتي من روما الإدارة تخضع القوانين الرومانية والنفوذة الرومانية خيرات البلاد كانت المنطقة تسمى مخزن بيزانطة وكانت تسمى مخزن روما وكانت أوروبا بأكملها أو الامبراطورية البيزانطية بأراضيها تأكل من هذه البلاد واتخذت يعني العباد التي كانت بيد روما أعادها إلى خزينة بيتنا المسلمين فاستفاد أهل المنطقة من تلك السيارات الأراضي أعادها لأهلها ولم يأخلها الفاتحا عادوها إلى أصحابها وحرروهم وكسروا قيود باستعباد فلما الطعن في عقبته ولما تمجدون لاحتلال القرنس إذن هذه النخبة الفرانكو بربريس نعينها هذه لا نتحدث عن البربر المسلمين لا هم منا ونحن منا نتحدث عن الفرنكوهونيين البلدريس هؤلاء كلها بعد ضميرها البديلة تخضع بالعقلية الفرنسية لا معطايا أكوة مصدقية كبير وإنما وإنما إذا كان الثاني أرادوا الجمع بين عقب بن نافع وخسيلا لا وعقب بن نافع فاتح مع الفاتحين وخسيلا أرفض عن الإسلام إسلام وحالف الروم وأصبح عميلة لهم وكانت أولوهم تعملوا مع المرتدين الذين تعملوا رفضوا دخول فاتحة وقابلوا بروما تقبلوا بروما والبيزنطيين وترفضوا الفاتحين الإسلاميين الذين مرأت منهم الأمة إلى الخير كنت تسمعون في المشعود سي عبد الفتاح حانداش الذي قال لي أنا قبيلي أنا قبيلي كانت قبيلي والله يقول لهم أرى هم كوسيلة أرى مرقض أرى هم كوسيلة أرى هم كوسيلة أرى هم كوسيلة يقولون أمازيغي أرى هم كوسيلة يقول مرطد هو كذا يقول المسلم يقول له يدور ومن حقه ومن حقه تقول أربي صبحان الله أرى هم كوسيلة تقول له مي كما اليوم هذا المشعود هذا هذا المشعود يحرض على الجزائريين اللايك من بينهم أنا ويقول لهم مرطة الدين نحن مرطة الدين ونصلي 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 نحن يزالخين من أحدث الدين من تحركين أو زوجيا أو سلسل ونصلي ونصلي نحن لا يزالخاتهم مثل ونصلي نحن نحن نفس الهاتف نحن نفس الهاتف فحسنا المترجم للغاية ويقولون أنه يدخل المسلمين والمسلمين الذين يدخلون الجنة ويقولون بأن كوسيلة الفلد الفتحيين وعلى هذا هو اسمه مرتد كيف؟ كوسيلة كان لديكم البلاد العرب وحاربكم؟ فلقد أنهم يحرون جنة في أساسين قد يقومون بإطلاق النادي وأنا سأرى كذبين مثل الموجودين ويؤلمون أنهم تبعوا أليكم فيما في سعام الحرب في حول الارض ويقولون أيضا في الحرب ثم أنهم يردون شعبوا إلاحظون الحرب ويعيدون من ألف الحرب ويعيدون من الألمان ويعيدون من أورقا سينا وخطيش يكون جاد هذه الحاجة إلهية يا ربي سبحانه ما يمكن له جيش تاوي يبعثون في عشل عرب عنده جيش تاوي يبعثون وهو هذا العقب أنتعك هذا الذي يتابعون ربي سبحانه عز وجل هم قتلونه قتلون الأمازيع كيف يبعثون ربي يقتلون لا يقلون الناس يمكن أن يبعثون الناس يمكن أن يبعثون يمكن أن يجمشون تشبوك حتى ولكن يجمشون تشبوك ضوء هذه كل أكاديث يجب أن نستفق يمكن أن يبعثون الناس الذين يحضرون هم بعدهم يتكلمون وتشوفوا يمكن أن يبعثون هذا المكان كان يكلم عليكم ويذهبون جمعت بين الدهال والجمال واشتهرت بلقب الكاهنة حكمت أمازيغ شنال إفريقيا لأكثر من ثلاثة عقود الكاهنة هو لقب لرئيسة قبيلة أمازيغية واسمها هو ديهيا أو ديميا أو داميا الملقبة من الكاهنة من قبل العرب لأنها كانت حكمة كان لها من الكهنة والمعرفة بغيب أحوال قومها ما جعلها تتولى عرشهم ديهيا أو الكاهنة عاشت خلال القرن السابع الميلادي خلفت الملكة أكثر في حكم الأمازيغ هي ملكة من قبيلة جراوه في جبال أوراس في الجنوب الشرقي الجزائر وهي فرع من قبيلة إزنات الأمازيغية الكبيرة وهي أول امرأة يفوض لها الأمازيغ عمرهم بعد الأمير أكثر الذي كان على المسيحين ثم أسلم وقتل عقبة إثر مبالغة الأخير باحتقاله قادت حروباً بذى الرومان والبيزنطينيين والعرب ألحقت هزائم بالرومان وتمكنت من توحيد القبائل الأمازيغية حولها كما هاجمت الجنوش العربية وطردتهم من معظم المناطس الشمال الإفريقية لما إلى كل ناحية يقطعون الشجر ويهدمون القصوم وبعد مرور ديه السنوات قرر حسان دون معنى العدد بجنشه بعدما وصلته إمدادات من الشاق ولما شرع حسان في خول الجولة الثانية مع الكاهنة بعدما أمدته الحليفة عبد الملك بن مروان بالقوات الكافية وزحف حسان لدقاء الكاهنة ودارت بين الفريقين معركة فاصلة كثر القتل فيها وضم الناس أنه الفناك وأصفر عن هزيمة ساحقة للبربر ومقتل الكاهنة الحمد لله وهذا آه إنسان يهبر بك على الحروب للي جاءوا قتلوا فيها الكاهنة هما يعطونها الكاهنة هي دهية الملكة دهية الحقيقة هو أن هم يعطون غزوة غزوة أحد غزوة بضل غزوة سكوة سكوة غزوة هم يعطون غزوة صحابي يعني يعني يفديل حاجة كبيرة يعني غزوة أراه واحد يغزي حاجة كما قال واحد يدخل على واحد وصحابي كما يقول هم يعطون غزوة صحابي لا يعطون غزوة أنا صحابي مورا اسمه صحابي ويقول هم يعطون غزوة صحابي سكوة صحابي أه 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 الأن هم يعطون كيف لديه الحمد لله هذا الحقيقة ليس كما يحاربون روما لا تحاربون روما دعيني تبقى روما دعونه يبقى الناس دعونه يبقى الياهود أو ذلك أنت جاء إنتاج تعلمت أنت من العرض أو روما هم يعني ديهية تحاربتهم وتغنبت عليهم ورحمة ميديكا ورحمة ورحمة نعيذتنا لكم كأرواح ومن بعد ذلك تأتي لا تقول لكم بلير أني سنجحنا لكي نعاون ونجحنا ننو جيتوا وانتم كما قلن واحد جايبين حتى كالكاهنة قلتوا لكم رسالة من عند الله حاطواهنا واجعوا لبلادكم لا حتى يدخل الإسلام يسمى يرنضي كما يقول الواحد خليوه والذي لم يكن يقصوا له رسول والنساء ندعوهم كما قال الواحد نبيعوهم كما يسمونه صابايا والدول محتى الخيرات انتعنا للأمازيغ واسموها هما وقت ذلك لا يسموها يعني أسكنتما ربي سبحانه وعز وجل بقويك وربي العالمين لا يمكنني تصبح هذه الأشياء لا يمكن أن تجد هذه الأشياء اليوم تبقى روما ورئيسا أمرأي العالم أم لا يسمى الكمال وهم اليوم أسيدي ومعاية وقدام من نسكم يمكنهم تراجعوا على الهتماكي خطيفة أدخلهم على إسرائيل أدخلوا على الإنجليز أدخلهم إلى الإسلام أدخلوا عليهم سدي يقولوا ربي هو اللي يبعدكم وقالكم يقولوا مثلا يدخلوا عنه هذا هو دعش ما يفعلون هذا المجموعات فتوحة لم يدخلوا دعش اليوم تصبح دعش إرهابيين و هؤلاء أفتحيين كما يظهر لك المشعوين هذا أنت عبد الفتاح يجب أن يجب أن يكتب على الناس و يجب أن يجب أن يجب أن يكون نجعب على الإسلاميين و هو الخطر الذي يشكره فيها و هو الخطر الكبير الذي سيأتي و هو حجيم عندنا سيد المشعوين نرىكم كل ذا هنا و ترجمة نانسي قنقر